مع أشواطنا المفتوحة ونتواصل مع هذا الشوط وهذا الشوط هو مخصص للقعدان اللقاية ونتابعوا إياكم هذه الانطلاقات السادسة ونتواصل مع المركز الأول ومن يحتل المركز الأول مياس هذا هو مياس لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع في التضمير ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني ومن يحتل المركز الثاني يتقدم فيه يتقدم هنا الطيار لهجن الشحانية كذلك تضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ننتقل إلى المركز الثالث المركز الثالث يتواجد فيه المركز الثالث مشاهدين ومتابعين الأفاضل الرأسي لهجن الشحانية وتضميره مع سالم بن جابر بن فاران المري ننتقل إلى المركز الرابع المركز الرابع يصل هنا مرحب لهجن الشحانية وتضميره مع حمد بن علي بن حلفان المري ننتقل إلى المركز الخامس ومن يحتل المركز الخامس يتواصل فيه هنا مشاهدين الأفاضل شاهين لهجن الشحانية وتضميره مع محمد بن خالد العطية هذه نتيجتنا في ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة يا السلام نرجع وإياكم نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوق والقيادة المشاهدين ومتابعين الأفاضل هناك من الجانب الأيمن الأمور تسير من صالح مياس مياس لهجن الشحانية وتضميره مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا من يتواجد في التضمير ويتواجد أيضا في المتابعة أيضا الطيار يصل على المركز الثاني ولهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وعلى المركز الثالث يتقدم فيها الراسي لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري من يتابع في التضمير ننتقل إلى المركز الرابع يصل مرحب على المركز الرابع لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري من يتابع في تضمير ننتقل إلى المركز الخامس وصل في هذه اللحظات أهلا بقدوم الناوي الناوي لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الكتبي من يتواجد في تضمير الناوي من يحتل المركز الخامس هذه نتيجتنا مشاهدين ومتابعين لا فاضل نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط إلى الطيار وكذلك مياس مياس والطيار هنا يتنافسون على السيارة وعلى مقدمة هذا الشوط أو هناك من الجانب الأيمن مشاهدين ومتابعين الكرام الراسي الراسي من الجانب اليمين من يتسلل في هذه اللحظات على المركز الأول هذا هو الراسي لهجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري من يتابع في التضمير ولكن الطيار عاد مرة أخرى الطيار يعود مرة أخرى ويحتل المركز الأول الطيار لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهنا دخول دخول وتسلل كذلك على المركز الثالث من قبل مياس لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وعلى المركز الرابع يصل يصل هنا مرحب لهجن الشحانية مع بن حلفان حمد بن علي بن حلفان المري والمركز الخامس الناوي لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير اكتب من يتولى عملية تضميره ويتابعه في هذا الانطلاق يا السلام هذه نتيجتنا مشاهدين ومتابعين في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى يا سلوب 1500 متر على خط النهاية والمقدمة والصدارة هنا مشاهدين ومتابعين لا فاضل مع الطاير 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 هنا مع المركز الأول الطاير هنا مع المقدمة ومع القيادة السليمة يا سلوب ومن الجانب الأيمن أيضا يتواصل مرحب الطاير لهجن الشحانية تضميره مع سلطان الوهيبي وهنا مرحب أيضا يتسلل على المركز الأول لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان من يتابعه في التضمير والناوي وصل الناوي لهجن العاصفة وتضميره مع حمد بن راشد بن غدير هنا يا سلام على المركز الثالب والمركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل الحوت الحوت لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعه في التضمير وعلى المركز الخامس يسلوم وصل على المركز الخامس شاهين لهجن الشحانية بتضمير محمد بن خالد العطية ولكن نرجع وإياكم إلى الحوت 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 مع المركز الأول الحوت مع الصدارة مع المقدمة مع قيادة هذا الشوت هذا هو الحوت مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الانطلاق الحوت الحوت تحود ملكية لهجن الشحانية وتضميره مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع الحوت مع المركز الأول هذا هو الحوت مع القيادة ومع المقدمة يا سلام الله ذهب الحوت بالناموس وصل الحوت بهذا الأداء ولكن هنا أيضا قدوم على المركز الثاني ولكن الحوت الحوت مع شعار هجن الشحانية وتضمينه مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الله الله يا السلام تهانينا تهانينا مشاهديننا ومتابعين الكرام لهجن الشحانية على فوز الحوت وتحقيق الحوت بالمركز الأول وتحقيقه بهذا النموز تهانينا تهانينا مشاهديننا ومتابعين الأفاضل لهجن الشحانية على فوز الحوت بالمركز الأول وتحقيقه بنقطة هذا الشوط المركز الثاني وصل فيه المحيط لهجن الشحانية المركز الثالث وصل مضبوط لهجن العاصفة من المركز الرابع ووصل على المركز الرابع مبلش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكروم المركز الخامس وصل فيه الطيار لهجن الشحانية ثاني لون نموس مشاهدين ومتابعين الكرام لجميع الفائزين هذه لحظة وصول مشاهدين ومتابعين الأفاضل لحظة وصول الحوت إلى خط النهاية سبع دقائق أربعين ثانية ثمانية وعشرين جزءا من الثانية تهنين للهجن الشحانية التهنية وموصوله لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يوم المركز الثاني يصل فيه المحيط سبع دقائق أحد واربعين ثانية ستة وسبعين جزءا من الثانية تهنين للهجن الشحانية التهنية موصوله لمحمد بن خالد العطي يوم المركز الثالث ووصل فيه مضبوط قطع المسافة في سبع دقائق اثنين واربعين ثانية ستة عشر جزءا من الثانية تهانينة ونموس لهجن العاصفة الثانية موصولة لحمد بن راشد بن اغدير انطلقت شوطنة السابع